أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين يقول السائل نريد من معاليكم توجيها وبيان حكم الموظفين في المسجد الحرام في تركهم للعمل وأداء صلاة الترويح والتهجد لما يترتب على ذلك تعطل مصالح العمل أوجب الله عز وجل على المؤمنين الوفاء بأعمالهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والموظفون في أي دائرة بينهم وبين أصحاب العمل عقد على أن يقوموا بذلك العمل فيجب عليهم الوفاء به والإخلاف فيه خصلة من خصال النفاق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوظيفة وغيرها من الوظائف يترتب عليها أجرة لا بد أن تكون هذه الأجرة مباحة حلالة ولا تكون كذلك إلا إذا قام الإنسان بعمله ومن نوى أن يؤدي الصلاة أن يؤدي الصلاة سواء من التراويح أو من غيرها وعاقه خدمة المسلمين أو شيء من الأعذار الشرعية فله أجر ذلك العمل تاما كاملا بفضل رب العزة والجلال إذا تقرر هذا فإننا من فضل الله عز وجل نشهد أعمالا عظيمة النفع ومنجزات كبيرة يقوم بها الموظفون في هذا المسجد لا في ترتيب الناس ولا في تهيئة أمورهم فجزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم وبارك الله في جهود هذه الدولة التي قامت على الحرم ورتبت فيه للموظفين الكثر الذين يرتبون أحوال الناس ويهيئونها في نظافة البيت وفي إبعاد الازدحام وفي ترتيب الفرش وفي غيرها من الأعمال العظيمة التي توجد في هذا المسجد